صحيفة سبق السعودية النهاردة كشفت أن قوات حرص الحدود السعودية استلمت النهاردة موقع منفذ سلوى ده المنفذ الوحيد البري ما بين السعودية وقطر واللي أغلق هذا المنفذ منذ 5 يونيو الماضي يوم المقاطعة من مصر السعودية لإمارات البحرين مع النظام القطري الإرهابي وصحيفة سبق سبق زي ما حالك شايفين هي اللي بتتكلم أن حرص الحدود السعودي تسلم منفذ سلوى بالكامل تنفيذا أو تمهيدا لتنفيذ مشروع القناة البحرية ودي صور زي ما قالوا سبق السعودية صحيفة سبق السعودية أنها صورة حصرية للقوات قوات حرص الحدود السعودية وقالوا أنه استلموا هذا المكان تمهيدا لبدء الإجراءات وهذا المشروع اللي هيكون على طول الحدود السعودية القطرية بطول 60 كم من سلوى إلى خور العديد اللي هينفذه التحالف السلاسي الخاص مصر السعودية الإمارات وأنه جه بعد دراسة كاملة استمرت فترة طويلة واتخذ القرار أنه بدء حفر هذه القناة اللي هتفصل وتحول قطر زي ما قلنا إلى جزيرة بدل ما كان الدولة أصبحت قطر هي جزيرة بعد هذا المشروع عايز أقول لحضراتكم لم يصدر حتى اليوم أي تعليق قطري وأنا أقول لكم ليه قطر رسميا لم تعلق على هذا الأمر اللي علق بعض الإعلام أو بعض الإعلام أو أزرع الإعلام القطرية بتاعة النظام اللي بيتكلم باسم النظام القطري بتشوفهم ببعض الإعلام كده بيطلعوا يتكلموا بيعرتلوا ما عندهمش معلومات ولكن مرعبين أنا بقول لكم داخل قطر مرعبين يوم المقاطعة كارثة ويوم الإعلان والحفر كارثة أخرى على قطر زي ما قلت حضراتكم هيحول قطر إلى جزيرة ويكون علاقتهم بالمملكة خلاص ما بقاش فيه أي علاقة ولا أي يعني إجراءات تعود كما كانت قبل 5 يونيوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر